يتغلب واحدة واحدة على الإصابات اللي بتجيله فجأة أو الصعوبات اللي بتحصله هي دي ميزة كولر أو هي دي الصعوبة في الشغلانة بتاعته دي الصعوبة هي مش الصعوبة إنك تنزل تدرب فرقة مع أي مدرب في الدنيا مع مدرب أحمال ومخطط أحمال وتحليل أداء ودكتور وتأهيل وكلام من ده كله إنما هي إزاي إنك كل مباراة بتفقد بعض اللعيبة بتبقى أصابات بيبقى عندك لعيبة معينة وساعات بيبقى فيها عندك مراكز ما بقاش فيها حتى بديل فإزاي إنك تقدر من خلال ضغط المباراة دي إنك يعني تعمل التوليفة المناسبة وتقدر تحط اللعيبة كل لعيب في المكان اللي هو توظيف اللعيبة بطريقة معينة وتتناسب كمان مع القماشة اللي موجودة لأن إنت ممكن تكون بتعتمد على فلان الفلاني في المركز ده على بداية طريقة لعبه معينة أو بداية لعبه معينة الراجل ده مش موجود فإن إنت لما تنزل واحد غيره يأدي في الحتة دي مش هيديك بنفس طبعا الأداء فممكن تبتدي تغير في طريقة الأداء بتاعتك زي المباراة اللي فاتت كان بيقوله إنه كولر يعني استغنى عن التحضير الكتير ورا وإنه يبدأ بلد أب من تحت ويلعب من تحت وكده كان بيلعب حاجات طويلة كتير فهو الراجل رد عليهم وقال لهم يعني لكل منافس طريقة لعب لكل تشكيلة لعيبة ممكن يرجع مرة تانية يلعب البلد أب ده من تحت في المباراة اللي جاية أو اللي بعدها ما حدش عالي أمال أنا فرقي دايما المدرب الكويس اللي هو ما بيلعبش بأداء سابت هو بيلعب على نقاط الضعف في المنافس لأن كل فرقة فيها نقاط قوة ونقاط ضعف لازم المدرب اللي بيواجه أي فريق يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة ويقدر إزاي يدوس على نقاط الضعف دي ممكن تبقى نقاط الضعف دي مثلا عند الفرقة اللي قدامك أسلام في الارتداد للدفاع السريع فأقدر أدوس عليها فأقدر أدوس عليها والعبها اللونج باس أقدر أكسب بالحتة دي في فرقة تانية لا ما ينفعش معها الطويل عندها مثلا اتنين مسكين سراع وعندها الأطراف بتبقى برضو سريعة بتقدر تقف في البدري فأنت لازم تبني وتزهقوا شوية في نص الملعب من النقل وتلعب شمال لغاية ما تلاقي صغرة تلعب منها فهو الراجل بيلعب كل مباراة على حسب المنافس وعلى حسب كمان تشكيلة اللعيبة اللي عنده وممكن يلعب في نص الملعب اتنين ديفندرات قدامهم واحد صنع ألعاب أو ممكن يلعب واحد ديفندر بس واتنين صنع لعب وممكن يعمل تحرر زي عمل المطشي اللي فاتح سين الشاحات إنه هو اللي بيقدي حتى تصنع الألعاب يعني كل مباراة لها معطياتها ولها طريقتها ولها أسلوبها وإنك تنجح في كل مباراة ده أكيد نجاح لمستر كولر يعني مباراة مؤجلة من الجولة من الجولة